هذه كان راي والقرار قراركم الدرسين أساس أي صلطة هو اللي بيخلي الطبق يكون ناجح أو فاشر فإذا عندك عزيمة في البيت أو حابة تستعرضين مهاراتك في الصلطات هذا الحلقة لي أولاً هل نسوي أساس هذه الدرسين كوب زيت زيتون بكر مع نصف كوب خل تفاح أو ليمون وتمرتين أو حتي يصير تحطين قطعتين تينة مجففة بدالهم وملعقة طعام عسل طبيعي هذا إيه هو الأساس الحين يصير منهني اتروحين في أكثر من اتجاه لاتجاه الإيطالي يقول لها تضيفي لهذه الأساس ريحان فرش أوراق زعتر طبيعي أوراق الروزمري مع فص ثوم شوية ملح بحر وفلفل أسود خلطيهم زين وصبيهم على الصلطة اللي في دقيقة صارت صلطة إيطالية لاتجاه الثاني هندي نرجع للأساس اللي سوينا زيت زيتون بكر مع ليمون وتمر وعسل بس لاتجاه الهندي يقول لها تضيفي لهذه الأساس كركم كزبرة وبقدونس ثوم مهروس وقطعة زنجبيل صغيرة مع فلفل حار مقطع وملح بحر خلطيهم زين وصبيهم على الصلطة وصارت صلطة بطابع هندي نفس الصلطة نفس الأساس مع تغييرات بسيطة وصبتي طباخة ماهرة تتفننين في نكهات من حول العالم نشلا هذه كان راهي والقرار قراركم اشتركوا في القناة